بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر شليت قال لنا أواصر مع مصر ونحترم سيادة الدول العربية كما تحدث عن الشراكة التاريخية بين مصر وتركيا ولا يمكن كتاب التاريخ المنطقة الكبيرة إلا بالتفاهم بين الدولتين كما أدان بيان وزراء الخارجية العرب الصادر ضد تركيا واعتبره غير صائب وجميع القرارات المتخذة بخصوص تركيا قال أنها بلا سند ولا يوجد مبرر لعرض ما قامت به تركيا ضمن حقها بمكافحة الإرهاب وحماية أمنها القوم على أنه هجوم على الدول العربية لمتابعة تفاصيل هذا الموضوع أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفاعلوا الجرس ليصلكم كل جديد العدالة والتنمية التركي يقول لنا أواصر مع مصر ونحترم سيادة الدول العربية متحدث حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر شرليك بمؤتمر صحفي قال بدون شراكتنا التاريخية مع مصر لا يمكن كتاب التاريخ المنطقة وتحدث عن الدينماكية الكبيرة التي ظهرت فيما يتعلق باستخدام المواد الهيدروكربونية والتي تتطلب من الدول المتشاطئة التحدث أكثر مع بعضها وقال أن تركيا لم تتخل بأي شكل عن مواقفها السابقة القائمة على المبادئ في إشارة إلى موقف تركيا من الانقلاب العسكري في مصر والذي حدث في 2013 ضد الرئيس محمد مرسي رحمه الله كما تكلم أيضا عن ضرورات الحديث بشأن تطورات المنطقة والتي تقتضي آليات حوار لكن هذا منوط بأن يكون النهج متبادل في إشارة إلى بعض وسائل الإعلام أو التصريحات السلبية التي تصدر من القاهرة في مقابل التصريحات الإيجابية الصادرة من أنقرة كما أشار إلى بيان وزراء الخارجية العرب الصادر ضد تركيا وقال أنه غير صائب وجميع القرارات المتخذة بخصوص تركيا بلا سند لو حبينا نروح نشوف إيه هو البيان الصادر هذا البيان صادر عن اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية في 3 مارس 2021 وتركيا من جانبها قالت قرارات وزار الجامعة العربية الأخيرة مرفوضة كان هذا الموقف التركي أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها المطلق لقرارات وزار جامعة الدول العربية حيال تركيا في اجتماعاتهم الأخيرة وقالت الخارجية التركية في بيان الجمعة قرارات اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في 3 مارس 2021 حيال بلادنا مرفوضة بالجملة ولا تستندوا على أي دليل وشددت الخارجية التركية على أن تلك القرارات لا تحظى بتأييد من الشعوب العربية وقالت إن إصرار بعض الدول العربية على مواصلة اتهاماتها المعتادة ضد أنقرة للتغطية على أنشطتها الهدامة لا يحظى بالقبول من قبل الشعوب العربية الصديقة والشقيقة وأعضاء الجامعة العربية أنفسهم يدركون ذلك جيدا ولفتت الخارجية التركية إلى أن بعض الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية أبدت معارضتها للقرارات المتخذة أو تحفظت عليها مشيرة إلى أن تبني مثل هذه القرارات نتيجة إملاءات جهات معينة ودون عملية تفاوض شفافة بين الدول الأشقاء بشأنها وأكدت الخارجية التركية أن تركيا تبذل الجهد الأكبر لإرساء الأمن والاستقرار في منطقتها والعالم عبر مواقفها المبدئية والحازمة وشددت على أن حماية سيادة ووحدة وطراب الدول العربية ضمن أهم أولويات أنقرة بشأن المنطقة كما جددت دعوتها للجامعة العربية لتقديم إسهامات بناءة لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة ومنح الأولوية لازدهار الشعوب العربية وطمأنتها عوضا عن استهداف تركيا بالدعاءات لا أساسة لها من الصحة وللعودة إلى ما جاء على لسان المتحدث باسم العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حول سؤال عن العلاقات مع مصر خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب الحاكم في العاصمة أنقرة خلال اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية للحزب برئاسة الرئيس رجب طيب أردغان مساء الثلاثاء وحاول تعثر العلاقات الدبلوماسية مع مصر قال سبق وأن تم التعبير بوضوح عن القلق بشأن مستقبل الشعب المصري وإرساء الدموقراطية والموقف السياسي من هذه القضية وأشار متحدث الحزب أن هناك وضعا جديدا في البحر المتوسط مضيفا ليس فقط فيما يتعلق بقضية الغاز فبعد أن ظهرت الأزمة السورية استقرت السفن الحربية لجميع دول العالم في المتوسط وزاد الأمر أكثر بعدما ظهرت قضية ليبيا ولافت إلى أن الديناماكية الكبيرة التي ظهرت فيما يتعلق باستخدام المواد الهيدروكربونية تتطلب من البلدان المتشاطئة للبحر المتوسط التحدث أكثر مع بعضها البعض وإيجاد صياغ مشتركة واستطرت بالطبع لدينا أرضية مع مصر يمكن من خلالها تناول هذه الأمور معها لكن كما قلت تركيا لم تتخلى بشكل عن موقفها السابق القائم على المبادئ والكلام ده بين قسين ما يتعلق بالانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي غير أن ضرورة الحديث بشأن التطورات التي تشهدها المنطقة تقتضي مثل آليات الحوار تلك لكن هذا بالطبع منوط بأن يكون نفس النهج متبادل وانطلاقا من الموقف التركي الرافض للانقلابات باعتبارها خيار غير دموقراطي عرضت أنقرى الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي أول رئيس مصري مدني منتخب عام 2013 ما أدى إلى تدهور العلاقات بين البلدين لكن العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما استمرت بشكل طبيعي كل القرارات المتخذة بخصوص تركيا لا سند لها في سياق آخر شدد متحدث العدالة والتنمية على أن البيان الصادر ضد تركيا خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب غير صائب مضيفا جميع القرارات المتخذة بخصوص تركيا بلا سند وتابع بهذا الخصوص لا يوجد مبرر لعرض ما قامت به تركيا في إطار حقها بمكافحة الإرهاب وحماية أمنها القومي على أنه هجوم على الدول العربية وسيادة الأراضي العربية والحقيقة أن كافة الدول العربية الموقع على القرار أي البيان تعرف ذلك جيدا وشدد على أن تركيا دائما ما تدافع عن سيادة الدول العربية وسلامتها ووحدة أراضيها واستدرك قائلا لكن حينما يستهدفنا هجوم إرهابي من أي جار لنا وكان هذا الجار عاجز كدولة لها سيادة عن القضاء على تلك العناصر الإرهابية ولم يرد كما ينبغي على هذه الهجمات التي تستهدف تركيا فبذلك بات تدخلنا أمرا لا مناصة منه وزاد المتحدث باسم العدالة والتنمية قائلا شعرنا بحزن كبير لمثل هذه القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية وذلك لأننا نعتبرها منظمة شقيقة لا منظمة دولية مضيفا وأجدد تأكيد ثانية أن هذه القرارات التي جاءت بدافع من عدد من الدول التي تريد إثارة عداء مع تركيا هي غير صائبة وتابع متحدث العدالة والتنمية قائلا على العكس من تلك المواقف هناك أمور تستدعي تفكيرنا فيها كمصير مستقبل سوريا وليبيا ومتابعة التطورات بشرق المتوسط ومآل مستقبل إخوتنا الفلسطينيين لذلك ندعو جامعة الدول العربية أن تتصرف بشكل أكثر حساسية بهذا الصدد بذلك متابعين الأعزاء نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى آخر التطورات فيما يتعلق بملف التطبيع مع النظام المصري أو السلطة في مصر أو توقيع اتفاقية بين تركيا وبين مصر وأن تركيا لا تزال ثابتة على مواقفها أنها ترفض من حيث المبدأ الإنقلابات العسكرية ولكن تعتبر أن هناك ضرورات تمس الشعبين لذلك كان من الأهمية بمكان أن يكون هناك تواصلا لعقد اتفاقية لترسيم الحدود المائية بين البلدين مصر وتركيا فهل تستجيب القاهرة وتغلب مصالح الشعب المصري أم تستمر في عنادها وأن تستمع للإملاءات الخارجية التي تعوق وتعطل كل طريق لمصلحة الشعبين الشقيقين المصري والتركي أرجو أن تتركوا تعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته